بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدونة ماكورتك العرب أهلا بيكو صفحة بعيتها لنا الأستاذ هايسم صفحة تحفة صفحة جميلة أوا أوا عجبتني كان لازم نشرح حالكو علشان نشوف الشغلة عليها إزاي فبصوا شباب هي الصفحة بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده علشان فيه نقطة كده عايزة أورهالكو تمام باقي على انتهاء الشهر بتاعك كام يوم وكام وكام ثانية وكام كل حاجة ظاهر موجود تمام بتسجل يوزر نيمو الباسورد بتوعك مكتوب لك هنا بيانات لأن أسعار النت زادت تم استلام خطوطه يتم التركيب كذا كذا تمام طيب اللي هيهمنا هنا إن فيه حاجة كده هنعملها هنشوفها سوا تمام دي صفحة فيما بعد تسجيل الدخول هنشوفها برضو سوا فيها أخبار تلقائية فيها الجوجل فيها كل حاجة فيها تسجيل خروج وكتوب فيها صفحة البيانات بيانات عن العميل كاملة طيب بصوا شباب مبدئيا كده هو طبعا الأستاذ هاي سمحات تعطي لكم ملفات البي اس دي تعدلوا فيها زي ما انتم عايزين بأسامي شبكتكو بتقدر تعدل فيها زي ما انتم عايز تكتب هنا اللي انتم عايزه وحاطيك ملفات بي اس دي كاملة تقدر تشتغل عليها لكن انا انا دلوقتي هاخد صفحة الهوت سبوت بتاعتي اهى هنسميها من برا كده هوت سبوت انا اسميها لك هنسميها اهي هوت سبوت تمام هاخدها كده كوبي اروح على السيرفر بتاعي اضيفها فين اروح على فايلز امسح الهوت سبوت القديم بتاعي وحط انا باللزق من فوق ده ها الهوت سبوت الجديد بتاعنا تمام جميل اوي اه في نقطة معينة كده عايزين نعملها بعد ما هي هتتحمل بعد ما هتتحمل وتشتغل عادي تمام بصوا شباب في نقطة معينة عندك من قيمة اي بي هوت سبوت تمام روح على سيرفر بروفايل واتغط ضغطتين وروح على الريديوز اعلم على يوز ريديوز تمام وعلم كده صح وهتعال ديفولت يوز ريديوز وقول له اوكي تمام يا شباب جميل اجل هنعمل هنا يوزر هنعمل هنا يوزر اهو هنعمل يوزر هنا اسمه شادي والباسورد خمستين تمام ابلاي اوكي هاجي افتح الصفحة بتاعتي تمام هطلب الصفحة فبصوا شباب بيطلع لي الايه بيطلع لي الصفحة بتاعتي هاو بيقول لي انت باقي على انتهاء الشهر بتاعك يومين لان احنا النهاردة يوم تسعة وعشرين والشهر ده واحد وتلاتين يومين وسابعة ساعات تلاتة واربعين ثانية طبعا فيه صوت وكل حاجة بصوا بقى ايه اللي هيجرى هنا لو انا كتبت اليوزر غلط هكتبه دي دي والباسورد خمسة وخمسين حتى شايفين شكل الكتابة جميل قوي تمام هقول له اوكي تذكر بصوا شباب انت لم تدفع الاشتراك الدي دي ده وحسوا انه disable لو حد كتب غلط بيقول له ان انت مش موجود اصلا لم تدفع الاشتراك يعني واحد بيخم نيوزرات هيطلع له يقول له لا ده انت مدفعتش الاشتراك طبعا سواء انت عملت يعني انا لو عملت الشادي ده ها او لو عملت الادمن ده ها disable عملت الادمن disable هخش بادمن انا عايز اوصل لك بس فكرة ان اللي هيخم نيوزرات اهو اقول له admin وما فيش بسورد هيقول لي ايه هيقول لي بقى لا ده انت كده ايه ما بتدفع انت مدفعتش الاشتراك لو فتحت كده اللوج اه اللوج اهو قالك ان فيه ناس بيسجلوا ومش موجودين تمام طيب لو انا سجلت بشادي تمام بس الباسورد غلط هكتبه 99 واقول له اوكي بيقول لك انت بتكتب الاركام غلط فدي جميلة قوي دي جميلة جدا جدا يعني قادر يحس ان العميل بيكتب غلط طيب واخدام بالكو لو عملت دي دي والباسورد خمسة وخمسين هبقى انا كده اساسا هبقى انا مستخدم غلط يبقى انا شادي وكتبت اي رقم تاني غلط منيش عارف باسورده وهو هيروح يبص في الباسورد هيقول لك ايه هيقول لك لا ده انت كده بتكتب الاركام غلط اكتب الاركام صح فهقول له يا سيدي شادي والباسورد خمسة وخمسين واقول له اوكي احدث بقى ايه كلمة السر طبعا انا مش موصل نت في الراوتر برده حاليا هيجيلك هنا الاخبار اللي احنا شفناها تسجيل الخروج في عندي اه هنا علشان احنا لسه مجبناش الايه مش وصلين نت عندي الجوجل عندي الفيس عندي ايه حاجة مندي عايز اخش عليها عندك صفحة البيانات بيقولك ان الاي بي بتاعك يا شادي عشرة زورو زورو واحد اه انت سحبت قد كده شغال بقى لك قد كده تمام وهيتعمل لك ريفريش قد كده اروح بقى للصفحة الرئيسية الايه لوجين بتاعي جميلة جدا حتت ان انت لم تدفع الاشتراك لو انت عملت للعميل دي سيبل يعني هقولك لو انت عايز تقفل على العميل بدون صفحة فصل روح اعمل للعميل دي سيبل دي جميلة جدا جدا طبعا العميل هجي يدخل يقول له لا انت كده ما دفعتش الاشتراك وبرضو العملة اللي بيخمنوا هيطلع يقول لهم انت ما دفعتش الاشتراك فهيكبروا من موضوع التخمين اما لو العميل بيكتب البسورد غلط فبيقول له لا انت بتكتب البسوردات غلط تمام شباب فجميلة اوي اوي وتسلم ايدك هيسم على الشكل الجميل اللي انت عملتو لنا ده شكل بصراحة تعفى بصراحة يعني الصفحة تعفى حتى الكلام اللي مكتوب فيها جميل اوي اللي عايز يعدل الراجل عطلكم لفات البي اس دي تعدلوا فيها براحتكو خالص من غير اي مشاكل الف شكر ليكم والسلام عليكم اتمنى الانضمام لمدونة مكتوب في العرب وتابعونا هتلاقوا الجديد عندنا على طول شكرا ليكم والسلام عليكم